بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة الشرط الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة والمراد بالقبلة الكعبة وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وأما السنة فالأدلة كثيرة نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم في المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فقال هنا ثم استقبل القبلة وهنا فعل الأمر والأمر يقتضي أنه الأمر واجب والإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبل القبلة في الصلاة الصلاة هل تصح الصلاة دون هذا الشرط؟ هل فيه استثناءات؟ إذا حققنا أن استقبل القبلة شرط من شروط الصلاة لكن تصح الصلاة بدون استقبال القبلة في مسألتين المسألة الأولى العاجز عن استقبال القبلة فإنها تصح الصلاة إلى غير القبلة كالمريض الذي لا يستطيع الحركة ولا يجد من يوجهه فإنه يصلي إلى غير القبلة على حاله والدليل على هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيؤدي الصلاة على الحالة التي يستطيعها وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذن هذه هي المسألة الأولى التي يجوز للإنسان أن يصلي فيها إلى غير القبلة لهذا العذر وهو العجز المسألة الثانية الصلاة صلاة النافلة الصلاة النافلة وليست كل صلاة نافلة يسقط شرط استقبال القبلة عنها وإنما يسقط شرط استقبال القبلة عن المسل صلاة النافلة التي لها قيود أو شروط الأمر الأول أو الشرط الأول أن يكون راكبا سواء كان على دابة أو في سيارة أو طائرة أو سفينة الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون سائرا يعني ليس واقفا أو نازلا في مكان ما وإنما هو ماشي في طريقه الشرط الثالث أن يكون في سفر فإن كان في إقامة فإنه إذا كان مقيم فإنه يصلي النافلة إلى القبلة ولا يسقط عنه هذا الشرط إذن هذه هي القيود الثلاثة في صلاة النافلة الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة هذه السنة خصصت عموم الآيات والأحاديث التي دلت على وجوب أو أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مسألة هل يلزم المصلي صلاة النافلة إلى غير القبلة؟ هل يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى الكعبة ثم يواصل ويكمل صلاة إلى غير القبلة؟ المذهب عند الحنابلة أنه يفتتح الصلاة إلى الكعبة فإذا كان على دابته فيلف الدابة حتى يتجه بها إلى الكعبة أو القبلة ثم يكبر يفتتح الصلاة بالتكبير ثم يواصل سيرة إلى غير القبلة وبالتالي يكمل صلاة إلى غير القبلة وأستدل على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهة ركابه يعني أنه يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام يبدأها إلى القبلة ثم بعد ذلك يواصل سيره ويصلي إلى غير القبلة هذا هو المذهب وقال بعض أهل العلم أنه ليس بواجب وهذا هو الراجح والله أعلم لأن فيه مشقة وخاصة إذا كان على راحلة إذا كان في سيارة مثلا فإن فيه مشقة إذا كان جهة الخط والطريق ليس إلى القبلة فإنه يلزمه أن يقف ثم يوجه إلى القبلة ثم يعكس السير إذا هذا فيه مشقة كثيرة والدين الإسلامي مبني على التخفيف ومبني على رفع الحرج وعلى رفع المشقة وأجابوا من قالوا أن هذا ليس بواجب ولا يلزم وإنما يبدأ صلاة حيث كان وجهه من بدايتها إلى نهايتها ولا يلزمه أن يبتدي تكبيرة الإحرام إلى القبلة أجابوا عن الحديث حديث أنس قالوا أنه فيه ضعف فأنه غير صحيح وعلى لو قيل أنه صحيح فإنه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب بل أن هناك دليل عام عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث كان وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث كان وجهه وظاهر ذلك أنه من ابتداء الصلاة إلى نهايتها مسألة الماشي على الأقدام هل يستقبل القبلة ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها؟ قالوا يجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتجاهه حيث كان وجهه في صلاة النفل فيسقط عنه استقبال القبلة لكن قالوا كما في المسألة السابقة يلزمه الافتتاح إلى القبلة يكبر ثم ينطلق بعد ذلك إلى وجهته ويكمل صلاة وهو ماشي وقالوا لأنه إذا لزم الراكب مع ما في ذلك من مشقة ومعاناة فلزوم الماشي من باب أو لا وقال بعضهم وكذلك يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة يعني كأنهم قالوا أنه يعكس سيرة ويتج إلى القبلة وفي هذا مشقة وفي هذا حرج والصحيح الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله على القول بجواز الصلاة النافلة للماشي إلى غير القبلة لا يلزمه أن يبتدي الصلاة إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة لأن في ذلك مشقة عليه وهناك من العلماء من قال أن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشه هذا قول مخالف للقول الأول في هذه المسألة القول الأول أنه يجوز له ولكنهم أيضا شرطوا عليه ما شرطوا في مسألة الراكب والقول الثاني عند بعض العلماء أن المسافر الماشي لا يجوز له أن يتنفل حال مشه إلى غير القبلة ولا يجوز له أن يصلي وهو ماشي لماذا؟ قالوا لأن الماشي يعمل أعمال كثيرة ويتحرك حركات كثيرة بخلاف الراكب فإن الراكب على الداب أو في السيارة يكون ساكنا لا يتحرك فلا يلحق أو لا يلحق هذا المسافر الماشي بالمسافر الراكب في هذه المسألة مسألة استقبال القبلة هل يكون الاستقبال لعين الكعبة أم لجهتها؟ هنا حالتان الحالة الأولى إذا كان في الحرم فإن فرضه من كان قريب من الكعبة أن يصيب عين الكعبة فإنه إذا كان في الحرم وصلى إلى غير عين الكعبة صلى إلى غير القبلة وهذا يمكنه مشاهدتها فلابد أن يصلي إلى عين الكعبة أما الحالة الثانية فهو من بعد عن الكعبة سواء خارج الحرم أو في أي مكان في بقاع الأرض أي سقع من الأرض فإنه حينئذ يكون بعيدا وإنه لا يمكنه مشاهدة الكعبة فيتجه إلى جهتها وهذا هو الفرض الذي يكون عليه والله أعلم وأحكم